طيب إذا المسؤولية الوقف السني يعني كما تفضلت أن واجب الوقف السني أن يضلع بمسؤوليته تجاه هذا الجامع ما الذي يجب فعله؟ ما الذي يجب أو يفترض أن يفعل؟ هناك حقيقة عندنا دوائر متعددة دائرة الهندسية دائرة الاستثمار دوائر متعددة في ديوان الوقف السني مفوضة تشكل لجنة ويصرف لها نعلم أن كثير من اللجان تشكل وأحيانا يفتتح المسجد ويخصص له بعد ذلك سنتين لا نرى أثرا لهذا الإعمار ولا نرى أثرا لهذا الترميم إنما يوعود وإعلام فقط فالحقيقة الواجب الشرعي والوطني يحتم على الوقف السني أن يكون جادا في الاهتمام بهذه المعالم الأثرية المعالم الأثرية كل العالم الغربي والشرقي والإسلامي وغير الإسلامي يهتم بكل معلم معلم لم يمضي عليه خمسين ستين سنة ترى الاهتمام به والإعلام ويكتب المؤرخون عنه ما يكتبون إلا في بلدنا ومع الأسف هنالك معالم تاريخية لها الأثر الكبير في نفوس المسلمين وفي نفوس أهل البلد ويهمل هذا الجانب مع العلم هذا الجانب يعطي تاريخ لهذا البلد الاهتمام بهذه المساجد التاريخية وهذه المساجد العريقة يعطي أهمية لهذا البلد بأن هذا البلد له تاريخه له مكانته له عراقته هذا البلد لم يأتي من فراغ هذا البلد جاء عن طريق بناء دولة عن طريق بناء مؤسسات هذه المساجد خرجت كبار العلماء حتى هذا الجامع الأثري كان فيه مدرسة مدرسة دينية وتخرج منها الكثير من طلبة العلم ومن العلماء فالاهتمام بهذه المساجد يعطي اهتماما بالمسؤول عنه وبالدولة التي هي فيها مثل هذه المساجد